اشتركوا في القناة وهو من الهيئة القومية للتأمنات الاجتماعية اللي اعلنت عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر عشرين تلاتة وعشرين متضمنة الزيادات الجديدة اللي هتكون ان شاء الله يوم الجمعة المقبل اللي هو الاول من شهر ديسمبر وده هيكون من خلال منافذ الصراف الآلي ومكاتب البريد بجانب عمليات الصرف في افرع البنوك على مدار ستة ايام الهيئة كمان اعلنت مضاعفة المنحة الاستثنائية لاصحاب المعاشات والمستفدي منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه باجبالي 11 مليون مواطن هيستفيدوا من هذه المنحة هيئة التأمنات الاجتماعية كمان قالت ان الصرف هيكون من خلال فروع البنوك المصرية والتجارية وعبر مكينات الصراف الآلي للبنوك ومن خلال ايضا المحافظ الالكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش اللي هو عامل هذه المحفظة كل سنة وحضراتكم طيبين وده في اطار الحقيقة حرص الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل اصحاب المعاشات هنروح لخبر تاني متعلق باحياء شهر رمضان المبارك اللي بنستناه من السنة للسنة واللي متبق عليه يعني تقريبا ثلاث شهور او يزيد كل عام وحضراتكم بكل خير وصحة وسلام مزارة الاوقاف اعلنت الاستعداد مبكرا لشهر رمضان المبارك وخصصت اكثر من مئة عالم وقارئ لاحياء ليالي رمضان بمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه بالقاهرة واوصت كمان بتكثيف الانشطة بالصورة غير مسبوقة في جميع المساجد على مستوى الجمهورية اكدت ايضا وزارة الاوقاف انه هذا الامر بيأتي ضمن الدور التوعوي او الدعوي والتثقيفي اللي بتقوم به الوزارة وحرصها على تهيئة الاجواء الايمانية في شهر رمضان المبارك في مساجد مصر عامة بصورة غير مسبوقة بعض التفاصيل نعرفها من الاستاذ دكتور ايمن ابو عمر وكيل وزارة الاوقاف لشؤون الدعوة دكتور ايمن مساجد خير يا فندم والسلام عليكم مساجد خير والسلام عليكم السلام وحضر الله وبركاته وتحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين ربنا يبارك فضلتك يعني ايه فلسفة الاعلان عن هذه الانشطة الدعوية والتثقيفية اللي تقام بمسجد سيدنا الحسين في شهر رمضان مبكرا وايضا بعض التفاصيل حول مضمونها دكتور ايمن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كل عام وحضرك طيب وبخير واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان سالمين امنين لا فاقدين ولا مفقودين والحقيقة حضرتك احنا يعني مش دي اول مرة نعلم بدري احنا يعني تعودنا من اكتر من سنتين ان الفعاليات تكون من بدري عند الناس والناس تكون عارفة تفاصيل الفعاليات اللي هتحصل في شهر رمضان علشان حضرك احنا يعني الفترة الاخيرة دي بيبقى فيه تنوع كتير في الانشطة بيبقى فيه قراء كتير موجودين في المساجد الكبرى فيبقى كل واحد على حسب ما يرتاح في الصحيح في قارئ معين يحب يسمع له شيخ معين عالم من العلماء فيكون مرتب نفسه من بدري انه هو يكون عارف ايه البرنامج اللي هتقوم بيه وزارة الاوقاف في المساجد الكبرى الحقيقة احنا عندنا زي ما حضرتك قلت يعني انشطة كتيرة من اهمها الملتقى الفكري اللي بيقام كل عام في شهر رمضان صحيح السنة اللي فاتت كان عندنا سبعة وعشرين ملتقى فكري في سبعة وعشرين مدرية كل مدرية فيها ملتقى في مسجد كبير يعني بيبقى مركزي صحيح غير اللي بيتم يعني تنفيذه في الادارات الفرعية يعني اه الحقيقة احنا بدأنا بقى اعلننا في الخبر اللي حضرتك اشارت ليه الفعاليات اللي هتتم في مسجد سيدنا الامام الحسين صحيح اكتر من مية عالم ومية قارئ هيبقى فيه الملتقى الفكري ده كل يوم بعد صلاة الترويح طبعا صلاة الترويح هتكون بكبار القراء وفيه تنوع في عدد القراء اللي هيبقوا موجودين عندنا كمان دروس العصر ويعني كان معالي الوزير اعلن ان هيكون دروس العصر المراضي مختلفة شوية هنتكلم فيها عن شخصيات هنتكلم عن العشرة المبشرين بالجنة هنتكلم فيها عن امهات المؤمنين هنلقى الضوء على جوانب من شخصية الكبار الافذاذ يعني الاخيار الاطهار علشان يكونوا قدوة لنا وقدوة الابنائنا وقدوة لشبابنا عظيم هيؤدى هيؤدى درس العصر بمجموعة من شباب امهة وزارة الاوقاف شباب اللي يعني تم اعدادهم وتأهلهم تأهيل جيد جدا شباب المتميزين الملتقى اللي هيؤدى ليلا هيكون بوجود كبار العلماء يعني من ابرز الاسماء فضيلة الدكتور احمد عمر هاشم معالي وزير الاوقاف طبعا على رأس الناس الموجودة والعلماء الموجودين دكتور عبدالله النجار دكتور بكر زكي عوض دكتور احمد حسين كمان فيه تنوع يعني احنا من ضمن ده هيكون في السرادق والملتقى اللي خارج المسجد ولا هيبقى ايضا داخل المسجد ولكنه مسائن دكتور ايمان لا داخل المسجد ان شاء الله بعد صلاة الترويح عظيم وتنوع الموضوعات ميخلينا كمان نتنوع في الضيوف يعني احنا عندنا مثلا الموضوعات بنتكلم طبعا عن الصيام واثر وفي تذكية النفس فروض الكفايات لكن هنتكلم مثلا عن الوقاية خير من العلاج في ملتقى في احد الملتقيات هيكون معانا الدكتور حسين موافي هيكون معانا الدكتور محمود فضي يعني احنا بنحاول نعمل حالة من يعني الثقافة يعني الدينية ممزوجة بالثقافة المجتمعية ممزوجة بالثقافة عامة ايوة علشان يكون يكون في ارضاء لكل الرغبات الناس متشويقة الحقيقة وبنشكر الوزارة الحقيقة على دراستها جيدا لحاجة الناس الحقيقة وحرصها على هذه الجرعة التثقفية التوعوية دكتور ايمان انا بشكر فضلتك الحقيقة شكرا جزيل شكرا جزيل وموصول لدكتور ايمان ابو عمر وكيل اول وزارة الاوقاف على هذه المداخلة اخر خبر في مقدمة حلقة الليلة وعبارة عن مجموعة من التوصيات المهمة اللي اصدرتها وزارة الزراعة لزيانة انتاجية القمح وده بيأتي بالتزامن مع بداية زراعة الامح بالمحافظات والوزارة الحقيقة شددت على اهمية الانتهاء من زراعة محصول القمح قبل 10 ديسمبر المقبل بنتكلم في قلاص اسبوعين ليستوفي القمح احتياجاته من الدفء قبل البرودة العالية في الشهرين المقبلين اكدت وزارة الزراعة ان البرودة الشديدة بتسبب الاصابة بالامراض والآفات الزراعية طيب التوصيات دي ازاي هتصل لاخوانا المزارعين خلونا نتعرف على مجموعة من هذه التوصيات اللي اصدرتها الوزارة الحقيقة لزيادة انتاجية محصول القمح من خلال ضيفنا الموجود معنا عبر الهاتف دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز طغير المناخ مساهلا دكتور محمد اهلا وسهلا اهلا وسهلا مساهلا شريف مساهلا فل يعني ابرز هذه التوصيات لزيادة انتاج القمح ونصايح حضرتك للمزارعين اولا طبعا انا بشكر حضرتك جدا بشكر اه قناة الناس على هذه المسئولية المجتمعية المحترمة انها تقف مع اهلين المزارعين ملايين المزارعين في مصر هذه الايام ينسرون الخير ان شاء الله ويزرعون غلة مصر اللي هي الامح اه طبعا الوقت دخل علينا هم بيربطوا ما بين الزراعة وما بين شهر اسمه هاتور وهو من الاشهر المصرية القديمة او اشهر الزراعية احنا تقريبا يعني اه عشرين هاتور دلوقتي يعني الوقت دخل علينا فانا بصبح كل اهلين المزارعين بسرعة الامتهاء من زراعة القمح احنا شايفين خلاص ان فيه انتخفات كبيرة في درجات الحرارة ليلا صحيح وده ممكن ياخر الانبات شوية لو اه اخر اكثر من كده فانا اتمنى كل من كل اهلين المزارعين ان لسه ما انتهاش ينتهي بسرعة من عملية الزراعة ان ينتهي سواء كان حراسي او او عكير ويفضل اضافة جرعة تنشطية مع الزراع بمعدل ما بين شكرة لشكرة ونص نطرات نشادر او ثلاثات نشادر مع الزراع ده جرعة تنشطية بتزود من الانبات اه خاصة في الاجواء الباردة طبعا درجة حرارة منخافضة بالليل دي بتخلي درجة حرارة وصربة منخافضة جدا فبتقلل اه معدلات الانبات فيفضل اضافة هذه الجرعة ده رقم واحد رقم السيل طبعا الدولة بذل الجهد كبير جدا وتكليفة كبيرة لي ان يكون كل التقاوي الموجودة في مصر تقاوي كل المساحات تقاوي معتمدة تقاوي من تقاوي ومحسنة ومتعبية ومتغربلة ومتطهرة اه فانا ما فيش داعي ان انا اكثر من البيت ما فيش داعي ان انا جيب تقاوي من السنة اللي بذلت اضراعها تقاوي متاحة واسعارها في المتناول جدا وفي دعم كمان على على اسعارها عندي مبادرة ازراع تدفع خمسين في المية من سعر التقاوي اه وبالتالي اه يعني ازراع بالتقاوي المعتمدة بعد ما اقولنا خلاص ان احنا ننتهي بسرعة من ازراع اه في المواعيد الحالية كمان ازراع بالتقاوي المعتمدة مهمة جدا لان ده بتزودلي في النهاية من اردب الاتنين لتلاثة اردب في الفتاني عظيم والمزارع اولى بكل كيلو صحيح بكل اردب يعني والبلد اول احنا بحاجة الى يعني اه سد الفجوة يعني ما بين الانتاج في ملايين الافدنة انها انها تكون اولى كمان بهذه الزلادة وهي الدولة بجل الجهد كبير جدا عشان الموضوع ده فيجب على المزارعين كمان ان هم يعني يا ان شاء الله ينفزموا بهذه الطاقة. وانا بشكورك. اتفضل يا فضل. اتفضل. رقم الدين بسرعة. اه طبعا الزراع على مصاطب مهمة جدا. الزراع على مصاطب مهمة جدا 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 عشان اه دي بتزود كمان وبتوفى في الاسفيدة وتوفر في تقاول في مبينات الحشائش. فالزراع على مصاطب هو المزارع يعرف يعمل مصاطب ازاي. دي في منتهى العمدي. يعني ان نقدر نقول دي اهم توسيات لمزارعي. واحنا بنشكر حضرتكم بنشكر وزارة الزراع يا دكتور ان شاء الله يبقى موسم خير على اهلنا وعلى مصرنا الغالية. شكرا جزيلا دكتور محمد علي فهيم. هنخرج فاصل سريع مشاهدين الكرام زي ما وعدناكم. وانا عارف ان حضرتكم منتظرين. هذه الاطلالة لعلمنا الجليل. استاذ الدكتور ربيع جمع الغفير. الاستاذ بجامعة الازهر. وحديث مهم في حلقة الليلة عن اخلاقيات البيع والشراء. وما احواجنا الحقيقة للحديث عن هذا آآ الموضوع خلال هذه الايام. انتظرونا. رجعنا لحضراتكو زي ما وعدناكم في حلقة الليلة نتحدث عن آآ مصطلح وموضوع وفي غاية الاهمية. اخلاقيات البيع والشراء. دينا الحنيف الحقيقة وضع ضوابط شرعية واخلاقية في التعاملات المالية بين الناس ليتحرق الجميع الحلال آآ في البيع والشراء. رغبة من الدين الاسلامي الحنيف في تحقيق الاستقرار المجتمعي. وليعود النفع على الجميع. نهارده هنتعرف على مجموعة من الضوابط اللي وضعها الشرعي لعمليات البيع والشراء. وتأثير ده على الفرد والمجتمع والاخلاق التي يجب ان يتحلى بها كل من البائع والمشتري. مع ضفنا الكريم والجليل. علمنا الاستاذ دكتور ربيع جمع الغفير زي ما وعدنا حضراتكم. الاستاذ بجامعة الازهر الذي ارحب به بداية. اهلا اهلا للمصابة. واستاذ الشريف والاستاذ المشاهدين في كل مكان. اهلا ما. قبل ما نتكلم عن هذه الضوابط الشرعي اللي وضعها الاسلام لعملية البيع والشراء. عايز افهم من فضلتك اهمية المعاملة دي يعني يعني وقيمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ومعلانا محمد وعلى آله واصحابه وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد الحقيقة ان هذه المعاملة والستشريف هي اهم معاملة في حياة الناس. صحيح. لان هذه معاملة لا يستغني عنها اي احد على ظهر الارض. يعني غني او فقير كبير او صغير رجل او امرأة مقيم او مسافر. كل الناس بتحتاج الى هذه المعاملة. وبتحتاج بهذه المعاملة احتكاكا يوميا مرات متعددة. نعم. فاذا انا عندي هذه المعاملة هي معيار او محور اساسي في التعامل بين الناس او العلاقات بين الناس. عشان كده الاسلام اولها عناية خاصة. والاسلام جه كشأن سائر الشرائع السماوية علشان يعمل لمجتمع مترابط متماسك محترم. يعني احترم بعضه بعضا. ويربط بين اولاده وابنائه روابط واواصر الالفة والاحترام والتقدير والتعاون. فربنا سبحانه وتعالى قال لنا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ومش كده وبس ده النبع عليه الصلاة والسلام لما سويل اي الكسب افضل قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وفي حديث بيقول بس في سند وكلام كده يقول تسعة اعشار الرزق في التجارة. صحيح. يعني التجارة دي مجال واسع جدا من مجالات الكسب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح بها افاق من الرزق للانسان. فهذه المعاملة اذا هي من اهم المعاملات في الاسلام. صحيح. ومن اهم العلاقات في الاسلام. فلا بد ان يكون هناك لها ضوابط شرعية منظمة. علشان تضمن لي نموذجية في هذه العلاقة. عظيم. ونجاح في هذه العلاقة. بحيث كل واحد من الطرفين يرتبط بالتاني وما يكرهوش. اذا من الاهمية بمكان انا توقف امام اهم هذه الضوابط يا دكتور. كلنا اذان صغيط. بالطبع يا فاند. احنا عندنا اول هذه الضوابط الصدق والوضوح. الصدق والوضوح. يعني الصدق والوضوح. يعني الصدق ان انا انا كرجل بائع اظهر لك سلعتي على حقيقتها. ما غشش في حاجة. ما خبش فيها اي حاجة. لا يحل لأحد يبيع شيئا فيه عيب الا ان يبينه. يبقى انا كبائع علي قسط من هذا الصدق في المعاملة ان انا بأظهر سلعتي على حقيقتها. بدون مبالغة. بدون تزييف. بدون تزويق مالوش واقع. اه ان انا لو فيها عيب لازم ابينه. مهما يكون هذا العيب بسيط في نظر اي حد يعني. اه الصدق ده عكس الغش. التأكيد. والخداع. والتدليس. كذب. والكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على الغش ده من غشنا. فليس منا. وفي رواية من غش عشان من غشنا. احنا المسلمين بس. لكن من غش اي حد بتتعلم. عمل معاه. ولو على غير دينك. لا يحل لك ان تخدعه او ان تغشه. الا الامان. هو الاسلام كده. كل التجار في النار الا من برا منهم وصدق. ده حديث بعيف ولا ولا سندوا حقيقة. لا لا ده حديث صحيح محومية. ده بيقول التجار هم الفجار الا من اتقى منهم وامن. فالصحابة تخضوا جدا من الكلمة. الا ان التجار هم الفجار الا من اتقى منهم وامن. ما هم طريقين بقى سيد الشريف. عندي طريق. التاجر الصدوق لمن شاء ان يختار بقى. ادي التاجر الصدوق وشوف مكانته ايه. والتاجر الفاجر التاني وشوف عنده منزلته ايه. او دركاته ايه. ده درجاته ايه. وده دركاته ايه. اه. اه. التاجر الصدوق. درجاته في العلى والدركات في الاسفل. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ولايك رفيق. وده كلام حضرة النبي برضو. فاذا بصدقك في التجارة تصل الى رفقة الانبياء والشهداء والصالحين. يا سلام. طب العكس بقى الفجور في التجارة. في ذلك الاسفل. على ان التجار هم الفجار الا من اتقى منهم وامن. قالوا يا رسول الله اوليس قد احل الله البيع وحرم الرباء. ليه التاجر فاجر او التجار الاصل فيهم ان يبقوا كده. مدام ربنا سبحانه وتعالى قال. وحل الله البيع وحرم الرباء. قال بلى. بيقولول اوليس. فليس يبقى لازم الاجابة بلى. اوليس قد احل الله البيع وحرم الرباء. قال بلى. ولكن التجارة يحلفون فيأثمون. ويحدسون فيكذبون. وده برضو احنا نتكلم عنه دلوقتي في بقية الضوابط اننا او الحاجات الغلط بقى. خرق هذه الضوابط. يبقى اول ضابط الصدق. عظيم. اننا كن صادق كبائع. اعرض صلعتي على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى بلا زيادة وبلا كذب. العكس بقى اننا كمشتري ما ابخص هذه السلعة. تمام. ولا تبخص الناس اشياءهم. ما عملش حيل وطرق. واستعين بناس لها في اللف والدوران والمحاورة والمماطلة علشان تنزل هذه السلعة. يبقى انا بخصت هذا الشيء حقه. وادخلت الغبنة على هذا الطرف الاخر. وده على فكرة كتير جدا من الناس بيعملوا. ليه احنا احنا بنتعامل مع بعض. يبقى هم كبائع. الحق بالمشتري اكبر قدر من الخسارة. وانا كمشتري. الحق بالباع اكبر قدر من الخسارة. وحقق لنفس اكبر قدر من الربح. هذا يمحق البركة. زي ما هنتكلم دلوقتي. فاذا بس ان عايز اتكلم على نقطة. ان الغش ده. النبي عليه الصلاة والسلام. لما مر على في السوق. بيجري بيمشى تفقد احوال الناس. الناس. فبس لقى كومة كده من القمح او صبر الشعير او طعام. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه. فاصابت يده بللا. يعني ايده لمست بلل كده. ما في عمق هذا الكومة او هزي الكومة. في غشة هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورى البلل دا للراجل صاحب الطعام. وقال له ما هذا يا صاحب الطعام. قال اصابته السماء يا رسول الله. والله ما ليه زنب فيه. ده الدنيا المطر نزل عليه الشتاء. فده العمل فيه كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما قال لهش بقى لا ده انت السبب. بس سأل له حاجة. هل لا جعلته فوق الطعام لكي يراه الناس. انت ليه ما خليتش المبتل ده على وش الطعام. ليه تخليني انا اخد من اللي هو المنظر الجميل ده. واجي افجأ بعدين ان انت وضعت ليه ما فيه بلل او خلل في داخل السلعة. دي رسول الله دلوقتي الفكرة وش القفص. ان احنا بنحط اجود انواع الطمارات في الاعلى. بالزبط كده. وربما الاقل جودة في الاسفل. هي بالزبط كده. اذا لا خطر وخطأ. طبعا. هل لا احنا بنقول له واحد اي واحد بقى بيعمل حضرتك بتقول عليه ده. بنقول له هل لا جعلته فوق الطعام لكي يراه الناس. واطلق النبي عليه الصلاة والسلام. ان ده ده. والتحذير ده. وقال من غشنا فليس منا. يا سلام. طيب تاني حاجة في هذه الضوابط. ان انا اعمل ايه. ان انا ما اطففش في الكيل والميزان. ما غشش في الكيل والميزان. اه 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 اوفوا الكيلة. ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقصطاص المستقيم. ولا تبخصوا الناس اشياءهم. ولا تعثوا في الارض مفسدين. ده كل لا امور تسبب الفساد في الارض. ويل للمطففين. من هم يا رب المطففين. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. لما انا ابقى. انا ببيع. انا بابخص الكيل والميزان. انا بشتري. بطفف الكيل والميزان. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كمان من ضمن الضوابط دي. عندنا اللي هو ان انا مروحش اشتري حاجة غير بيشتريها. قال صلى الله عليه وسلم. شوف حضاك الاسلام بيهتم بايه. لا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يخطب الرجل على خطبة اخيه. الا ان يأذن الخاطب او يزر. يدع المخطوبة. ولا يبيع احدكم على بيع اخيه حتى يأذن له. فانا دلوقتي لقيت واحد بيشتري حاجة. ما روحش اشتري الحاجة دي. ما ادخلش نفسي في هذا الشيء. علشان انا اسلب منه هذه السلعة. بمجرد ما اشم خبر ان هو هيشتريها او هيدخل في هذه الايه. دي ضوابط مهمة جدا. ربما بقي بعض الضوابط يا دكتور او ننتقل الى محور اخر. بعد الفصل سنعود الى علمنا الجليل. فضلة الاستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير. ابقوا معنا مشاهدة. اخلاقيات البيع والشراء محور حديثنا في هذه الحلقة مع علمنا الجليل فضلة الاستاذ دكتور ربيع جمعة الغفير. فضلتك كلمتنا عن جملة من الضوابط الشرعية لعملية البيع والشراء. نعم. بقي بعض الضوابط يا دكتور قبل ما نتطرق الى موضوع اخر. تفضل. عندنا حضرتك احنا قلنا الصدق. ايه. الصدق ان انا كبائع اعرض السلعة بوضوح. بلا غش. وان انا كمشتري ما ابخص السلعة حقها. ادي الصدق. اه تاني حاجة ان انا اه ما ابيعش على بايع غيري. اه عملية التطفيف في الكيل والميزان. عند نقطة كمان السماحة. رحمة الله رجلا. شوف دعوة النبع عليه الصلاة والسلام. رحمة الله رجلا سمحا. اذا باع. سمحا اذا اشترى. سمحا اذا قضى. سمحا اذا اقتضى. يا سلام. يعني شوف السماحة في كل شيء. يعني سماحة في البيع والشراء. ان انا وانا ببيع ابتسم حتى للمشتري. ان انا ايسر عليه. لا اشق عليه. يا جماعة ده البيع ده انا عندي سلعة. فدنع من الولاية لامور الناس. اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم. فارفق اللهم به. ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم. فاشقق اللهم عليه. انا ليه اصعب المسائل للناس. ليه اشق على الناس. انا بتعامل مع شخص. لازم يا فيه سماحة. رحمة الله رجلا. سمحا اذا باع. سمحا اذا اشتر. برضو فيه سماحة في الشراء. انا يعني يعني ما اجمل ان احنا شايف لما حد يشتري من حد. يدعو البعض بالبركة. صحيح. بارك الله لك في سلعتك. بارك الله لك في هذا الشيء. ربنا يمله لك بركة. ربنا ينفعك بيه. وانا وانا بدي الفلوس اقول لربنا يرزقك خيرها. ويعينك ويرزقك فائدتها وسامرتها. وهكذا. ده ده الحقيقة مثالية مفقودة في حياتنا النهار. كل واحد من الطرفين الا ما رحم ربي. علشان كده النبي قال ان شر بيقاع على ارض الاسواق. الاسواق فيها الغش. فيها الكزبة. فيها الايمان الزورة. فيها الحلف الكاذب. ما ده كله ضد الضابط اللي الاسلام حطها. سامحا اذا باع. سامحا اذا اشترى. سامحا اذا قضى لما اقضي دين علي. صحيح. اقول له بارك الله فيك والف شكر. وسمحا اذا اقتضى ما يطلب مني الدين اللي علي. يطلب برضو بسماحة. ده الاسف الشديد. هذه تكاد تكون معدومة في حياتنا النهار. ايضا يا سالشريف من ضمن الحاجات. حاجة اسمها النجش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. ايه هو النجش. ان انا مثلا فيه سلعة معينة بتتبعه قدام. نعم. انا ليس ليه رغبة في هذه السلعة. بس انا بعمل ايه. اعمل نفسي اشتريها. اما خدمة للبائع. واما تنكيلها للمشتري. اه. يعني انا دولها تعمل. بكام يا جماعة السلعة دي. بتعمية وتا. اه. علشان اخلي المشتري يرفع في سعرها. اما خدمة للبائع. باتفاق بقى بينه وبينه او مقابل نسبة معينة او حاجة. او علشان انا اولحق ضرر بهذا المشتري. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. ونهى عن النجش. اهو ده النجش. ان انا ازود في ثمن سلعة وانا مش عايز اشتريها. بس علشان اولحق ضرر بدا. او اولحق جزء من النفع بداه. قال صلى الله عليه وسلم لا تبغضوا. لا تحسدوا. لا تقاطعوا. لا تدابروا. لا تناجشوا. ادي معنى الحديث الشريف. سواء برفع السلعة او بخفضها. اه. لضرر للبائع ومكسب للمشتري. صحيح. ولغير رغبة بيني في الشراء. انا مش عايز اشتريها لحاجة. كمان برضو من ضمن المشاكل الغائبة عندنا او القيم الغائبة في موضوع البيع والشراء. حتة الحال في الزائد. اه صحيح. عملية الايمان المتكررة لدرجة السلعة الشريف تصل احيانا ان الناس مباقيتش تصدق بعضها بأمين الله. صحيح. وازكر اني رأيته معاملة بعين من هذا النوع. واحد بيقول له السلعة دي بكام قال له بكذا. يا سلام. قال له والله العظيم بكذا. قال له لا احلف لي بالطلاق. اه. ده على طول ده قصة متكررة. يعني ما هو ده من سلبيات ومن اثار غياب السقة بقى في معاملتنا. سيدنا عيسى عليه السلام لما مرة. شاف راجل بيسرق. شافه بعينه. قال له لماذا تسرق يا اخي. قال والله ما سرقت. عارف سيدنا عيسى قال له ايه. قال له صدق الله وكذبت عيني. احترام اليمين الله عز وجل. اه اه اه. ده شايف بعينه. بس قال له صدق الله وكذبت عيني. طالما انت بتحلف بالله. احنا نيجي بقى لدرجة اني نقول له احلف لي بالطلاق. عارف لما احلف لي بالطلاق. اهم الاتنين دخلوا تحت حديث سيدنا رسول الله. ملعون من حلف بالطلاق او حلف به. اي مكسف في الدنيا يوازي هذا. اي مكسف في الدنيا. واللعنة هنا او هو من خرج من رحمة الله دكتور. طبعا مطرود من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. حاشا. والطلاق من الفساق. ملعون من حلف بالطلاق او حلف به. وتعرض بيتك وكيانك ومراتك ولادك للخطر والضياع. علشان مكسب زيادة كم جنيه او كم كذا. مش معقول ابدا الانسان يفعل هذا. لا فضى فوق يا دكتور ربيع. اذا لنا زملائنا الحقيقة حرصوا على انهم ينزلوا بالكاميرا قناة الناس الشارع. جميل جدا. لسؤال البعض عن يعني يقولوا ايه للناس اللي اللي بتغشوا. خطورة ده في عملية البيع والشراء. واهم الاخلاقيات اللي المفروض يتحلى بيها الانسان عند عملية البيع والشراء. نشوف ونرجع لعلمنا الجليل للتعليق واستكمال هذه الحلقة المهمة الحقيقة. يلا بنا. انا بقول للناس يعني اللي بتغش ده يعني هتروحوا فين من ربنا حراموا عليكم. لا بقول ان هما يكون عندهم اخلاق وضمير اكتر من كده يعني. لا طبعا الغش يعني الغش حرام وجريمة بحق الشارع وفي حقنا. فالرسل صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. المفروض يكون فيه امانة وفيه اخلاق. هقول الناس اللي بتغش في التجارة ما تغشوش غيركم لانه حرام. الناس اللي بتغش في البيع وبتضر غيرها او الناس بتضرهم هي نفسهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. كل الناس اللي نبزاتت الناس التجار لازمن يكون عندهم امانة في البيع. عايزة اقول لهم ان اللي انت بتقدمه النهاردة حيرجع لك تاني بكرة وكما تادي نوتو دان. ده غير طبعا ان ما بيبقاش فيه بركة في الرزق. الاخلال لازم تكون عندنا ان احنا نبقى حاسين باللي احنا بنشتري منه. يعني مسلا الراجل جايب بقى لنا هو محتاج. ده اكل عيشه. فمش لازم نفضل ان نفاصل في كل حاجة لا. نمشي قانوني ونمشي صح. اول حاجة الامانة. الامانة وده ام حاجة. سانيا نلتزم بسعر السوق. الامانة عندنا في البيع وفي الشرق وفي كل حاجة. ان يكون عندنا امانة وان احنا الراعي ربنا سواء احنا بنشتري او بنبيع. الاخلال لازم نكون عندي امانة والصادق صادق في بيعي. ان انا ببيع وعرف اللي بيشتري ده ايه ايه عيوب اللي عندي لو كان فيها عيوب. الامانة والصدق. اه تحري الشفافية. مرحب بحضراتكم مجددا. يعني مجموعة من قراء الناس في الشارع دكتور ربيع. اذا كان في تعليق قبل ما اسأل فضلتك استكبالا لحلقة الليلة وهي اخلاقيات البيع والشراء. الحياة ده كلام علماء ما شاء الله عليهم يعني انه فعلا بيقولك اول حد بيدرق من غشه في التجارة هو التاجر نفسه. وده حقيقة مية في المية. لان من غشنا في الايسة منها بيخرج من حضرة الايمان. يعني بيخسر اخرته. ما المقابل. ما المقابل. ثانيا انا بدخل على بيتي انا مفكرتش. انا كغاش في تجارتي او ظالم في تجارتي. ان الانسان اللي انا ظلمته في التجارة بتاعتي ده. ومش هيشوفني تاني خلاص. لكن بيننا لقاء يوم القيامة مع الله سبحانه وتعالى. بين يدي الله هيسأل لي لماذا غش اشتني. تالت حاجة ان ده مكسب حرام. وانا بدخل الكلام ده المال الحرام ده بدخله الاولادي. وايما لحم النبتة من سحت فالنار اولا به. يا اخي الحبيب انت تدخل على مالك على اولادك. الهذا المال الحرام سيمحق بركة بيتك تماما والعيز بالله. وخلي بالك ما فيش مكسب زيادة ولا حاجة. اه جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره. يا السلام. يعني الحرام يدمر ولا يعمر. طيب القلة البركة واللي بيحصل انه احيانا اه الناس من حرام وربما لوقت من اه او لفترة من الوقت يزيد المال وتزدهر التجارة دكتور. ماهي. هل ده نزير شوء يعني يعني في خطورة هنا ولا ده معنى ايه. والله يا شريف. ان الله لا يملي للظالم يعني. ده سؤال جميل جدا جدا. تعرف حضاك ان فيه اثر بيقول ان اذا غضب الله على عبد رزقه من الحرام. واذا اشتد غضبه. واذا اشتد غضبه عليه. بارك الله. يزوده له. يا سلام. فده شوء ده فعلا ان الله لا يملي للظالم يملي. حتى اذا خزه لم يفلته. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم باركة. فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يا. كل شيء. عارف المفسرين قالوا فيها ايه. قالوا كلما احدثوا زنبا جدد الله لهم نعمة. عشان يغتر اكثر. واملي لهم ان كيدي متين. فتحنا عليهم ابواب كل شيء. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين. يعني ذا نعمة. لان الحمد مش بيجي الا بعد نعمة. صحيح. فقطع دابر هؤلاء الغاشين المفسدين في الارض. ما هو قال لك ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحه. ده افساد. ولا تعثوا في الارض مفسدين. او في الكيل. قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحه. لان اي خلل من في علاقات الناس. من هذا النوع يعتبر فساد في الارض. والحديث الشريف ذي يقول ايه. البي عانب الخياري ما لم يتفرقا. فان صدقا وبينا. شوف حضرتك بقى. صدق وتبيين. انا صادق في عرض السلعة. وعندي بيان. واضح. وانت كمشتري صادق في تقييم هذه السلعة. وتحديد قيمتها بلا بخص. لا تبخص الناس اشياء. ساعات واحد مشتري مثلا. يعرف ان ايه. ان فلان ده. بقى له عشرين سنة. مسافر برا. اه. كويس. وجايبه ما عندوش فكرة عن السوق. اه. ما يعرفش الدنيا فيها ايه. يقولك الحقه. قبل ما يدرس الدنيا. واشتري البيت بتاعه ده. اول حاجة بتاعته دي. ويبخسه يخدها منه. بنصف السماء. والمسكين التاني مش عارف الدنيا فيها ايه. اه ده عدم تبيين. فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذب. ده كذف عرض السلعة. وده كذف عرض التمن او السعر. محقت بركة بيعهما. يا السلام. اه دي مصيبة من نصاب اللي احنا عاشينا النهاردة. مصيبة. 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 هل تتفق معي سيد شريف ان احنا النهاردة عندنا ازمة بنعاني منها في حياتنا اسمها ازمة البركة. غياب البركة في حياتنا. وعشان كده عايز اسأل فاضلتك كمان عن خطورة الاحتكار في في مناحي شتى دكتور ربيع. اه. لكن لو تأذنينة نطلع فاصل. طفح. ونعود نفسح المجال لفاضلتك لنكون يعني آآآ كالعادة في شدة الانتباه والاصغاء. ابقوا معنا سنعود إليكم مشاهدين يا كرام برحب بحضراتكم لختام الحديث عن أخلاقيات البيع والشراء مع علي من الجليل فضلات الأستاذ الدكتور ربيع جمع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر الحقيقة فضلت أوضح لنا ضوابط عمليات البيع والشراء ضوابط الشرعية وبعض المشاكل المترتبة عليها وكنت بس أل حقيقة فضلت عن آفة الاحتكار اللي بيلجأ إليها البعض خصوصا في ظل كمان الأزمات اللي بتواجه المجتمعات يعني ليته يلجأ إلى الاحتكار في وقت فيه رخاء إنما يبقى فيه مشكلة أو ركود أو أزمة ثم يقوم بالاحتكار كلنا أذن صغير دكتور جريمة الاحتكار أستاذ شريف دي من أبشع الجرائم اللي لأي مجتمع بيتعرض لها ويجب أن تأخذ المجتمعات بيد من حديد على أيدي هؤلاء الذين يقترفون هذا الجرم العام ليس في حق شخص وفي حق مجتمع كله لأن معنى الاحتكار يعني إيه؟ الاحتكار أن أنا عندي سلعة معينة مما يحتاج إليه الناس وخصوصا بين قسين الأقوات أقوات الناس الأقوات الضرورية السلعة الغذائية السلعة الغذائية والأمور اللي الناس ما احتاجها لها الأدوية الأمور اللي الناس ما احتاجها لها بشكل يومي بشكل متكرر لا يستغني أحد عنها يعني قال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ وفي رواية المحتكر ملعون والجالب مرزوق يعني اللي بيحتكر أقوات الناس ده ربنا بيلعن والعيز بالله بيطردوا من رحمته بس زي ما قلنا يا جماعة اللي هي الأمور الضرورية اللي الناس ما تستغناش عنها إنما مثلا لو ستشرف واحد عنده أرض مثلا وعايز يخلي الأرض دي مثلا سنة لغاية مسعرها يتحسن شوي ده حكته أحر فيها ده ما فيهاش احتكار درر على المخل مش من الأقوات الضرورية عارف حضرتك مثلا فيه صلع معينة الأسواق بتاعتها بتنشأ فيه أوقات معينة ده ينشأ في الشتاء يقوى يعني ويزدهر في الشتاء تمثل حاجة إليه في الصيف يبقى في الحالة دي احنا بنعمل ايه بنقول له اعمل التمث لنفسك الكسب الأفضل ما فيش مشكلة ما لم تضر طالما ما تضرش غيرك التمث لسلعتك سوقا أروج ووقتا أفضل أو سعرا أعلى لا مانع والإسلام ما بيمنعش ده إنما إمتى يبقى الاحتكار جريمة والمحتكر ملعون والإمام بالزهبي رحمة الله في كتاب الكبائر قالك من أكبر الكبائر الاحتكار والإمام بن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر أنا اقتراف الكبائر عدوا الكلام ده من الكبائر ليه لأنه هو مقامرة ومغامرة بأمن الناس بحاجة الناس بأزمات الناس دول صناع الأزمات التاجر الذي يحتكر أقوات الناس ويغالي عليهم في السلع ده بيفرح بمصائب الناس كل ما يبقى فيه قحب أو فيه جذب أو فيه قلة في الأقوات هو بينبسط جدا لأن سلعته بتروج وبيغالي في سمنها أقول له يا أخي خلي بالك أنت بتدخل على نفسك مبلغ زيادة مكسب لكن أنت تخسر آخرتك أنت تستجلب لنفسك لعنة الله وغضب الله أنت شوف حضاك التعبير يا شريفة عسيدنا نفسه صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ أنا عايز أشاور على حتة في القرآن إمتى ربنا ذكر خاطئ دي لما تكلم عن شجرة الزقوم يا السلام إن شجرة الزقوم طعام الأثيم الآثم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فغلوه وبعدين عارف إمتى يقول لك لا يأكله إلا الخاطئون يبقى طعام الزقوم ده لا يأكله إلا مين الخاطئون جمع خاطئ اللي وصفه سيدنا النبي لا يحتكر إلا خاطئ يبقى الخاطئ ده علشان بيتجرب أقوات الناس وعايز مكسب أكتر خلي بالك أنت طعامك فين في الأخرة طعام الزقوم حاش الله أو شجرة الزقوم اللي هي كالمهل يغلي في البطون والعيز بالله فالاحتكار ده جريمة شنعاء ولابد حرمها الشرع السماوي وجرمها القانون الأرضي والوضعي والعرفي لا بد على المجتمعات أن تأخذ على أيديهم بقبضة من حديد هؤلاء صناع الأزمات هؤلاء هؤلاء الذين يفرحون بأزمات الناس ويصطادون فيه إحنا الحياة نفسنا في تجار يتقون الله سبحانه وتعالى يا أخي أنت أمامك طريقين أنت ممكن بتجارتك دي تبقى رافق سيدنا النبي في الجنة على سلام تبقى مع حضرة النبي في الجنة عندنا أمثلة من التقاه اللي ربنا فتح عليهم يا دكتور يا أشوف حضرتك لما مرة وده نموذج جميل جدا وستشريف نفسي الناس كلها تركز في النمازج دي تاريخنا مليئ بالخير والله لما حصل أن في مجاعة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب في عام اسم عام الرمادة طبعا وشحت الأقوات وما فيش حاجة أبدا وبعدين وإذا بقافلة تجارية ضخمة جدا جاية من الشام باسم سيدنا عصران عفان أمواله تجارته وبعدين التجار بقى بسرعة بتقول احتكار بقى جاري على سيدنا عصمان قبل ما توصل عند المدينة يا عصمان عايزين القافلة اللي جاي دي قال هتربحوني فيها كم كم تربحونني في الدرهم قالوا نربحك في الدرهم درهم يعني تاخد مية في المية مكسب قالوا لا ده أنا عندي مانيات في عكس وده قمراك رقم كبير طبعا احنا بتكلم شرعا عن 20% دكتور تقريبا الخمس يعني اه في الحدود دي وده حسب عرف الناس بقى وحسب طبيعة السلعة كم نربحك في الدرهم درهما قالوا لا ده أنا عندي مانيات في عكس قالوا طبب في الدرهم درهمين قالوا عندي مانيات في عكس طب ثلاثة علم عندي ليه يدفع اكتر أربعة خمسة وبعدين في الاخر قالوا له ايه قالوا يا امير احنا تجار فيه ما فيش تجار غيرنا فازاي بقى انت بتقول الكلام ده قال عندي رب العالمين يجزي بالحسنة عشر امثاله وتصدق بهذه القافلة على الفقراء والمساكين يسا محتاجين الناس تحس ببعضها مرس الشريف نموذك في دقيقة واحدة مثال جميل جدا والختام جرير ابن عبدالله البوجلي ده صحابي جليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله عشان جماله كان يقوله عليه يوسف هذه الامة ولكن ما رأاني رسول الله إلا تبسم ففي يوم من الايام جرير بعت غلامه للسوق المهم اشتراء الراجل لقى الغلام بتاعه لقى التاجر سيفه العزر مصلط على رقباته عارف بقى احنا النهاردة بنعمل كده نستطبق ده انا ببيع عشان ظروف السفر ده انا ببيع عشان كده ايوهاته بقى ده ده فرصة ده واقع كويه كويه بالتعبير بتاع السوق علشان ظروف السفر ايبقى مضطر عليه ديون مضطر المهم اللي اكده فقاله بكم تبيعه قال لابيحها بتمنهية تساوي تمنمية قال لنا هدى لك هاخدها بربعمية الغلام واخد الفرص دي وجاري بقى على سيده جرير ابن عبدالله ويقول لي يا سيدي لقد اشتريت لك فرصا يساوي كذا بنصف سمنه ربعمية وظن انه سيسعد بهذا قال له يا اخي يا غلام اين من اين اشتريت هذا وخده جاري على السوق تاني دلني على صاحب الفرص فرح له فالراجل ظن ان هم جايين يعملوا طريقة تانية عشان يخفضوا حاجة من السلعة من السلعة فسيدنا جرير بيقول له بكم بعت هذا الفرص قال له باربعمائة وهي تساوي اكثر قال له كم تساوي فالراجل وجم لان الراجل ده ايه ايه السؤال العجيب ده قال له اتبيعوها بخمسمائة تاخد كمان مية بخمسمائة الراجل شخص ببصره من الزهول قال له اتبيعوها بستمائة ازداد وجومه سبعمائة اتبيعوها بسمانمائة قال كفى يا رجل ابائع انت ام مشتري فقال والله انا مشتري ولكني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا اغش احدا من المسلمين فهو ده غش انت تصطاد واحد في عزر والعزر على رقبته يبقى ده غش في التجارة والعكس بالعكس لا فضفوك يا دكتور ولا حديث بعد هذا الحديث يعني شكرا جزيلا عفو يا فنم ربنا بارك في حضرتك وفتح الله عليك وستاذنا الخريم دكتور ربيع الغفير وستاذ بجامعة الازهر شكرا جزيلا وموصول لحضراتكم غدا باذن الله يتجدد اللقاء قبل هذا الموعد بساعة دمتم في امان الله ورعايتك شكرا جزيلا